إلى الأردن حيث جمع كهف عاصي أبو جابر أكثر من خمسة آلاف قطعة في اكتشاف يعد الأول كمتحف أثري تحت الأرض في العاصمة الأردنية عمان هذا الكهف الرومني الذي تم اكتشافه قبل أكثر من ثلاثين عام يعد اليوم من أهم المعالم التي توضح تاريخ الحضارات التي تعاقبت على المملكة الأردنية الهاشمية المزيد في تقرير مراسلنا من عمان عشق الآثار وهواية جمعها من أجل الحفاظ على إرث الأجداد قادت عاصي أبو جابر وأولاده إلى اكتشاف أكبر كهف عرفه الأردن قرب منزله في العاصمة عمان الوالد كان يجمع القطعة الأثرية في المتحف الخارجي اللي هو بتشكل من تقريبا حوالي متين قطعة أثرية تعود العصور الرومني والبيزنطية وفترات العصور الحجرية والفترات التركية وهذه الأثار كانت نتاج من منطقة جاوة وجويدة واليدودة والأزرق لنحافظ فيها عثار البلد من الاندثار ومن الخراب طبعا هذه الأرض كانت ورثة لوالد عاصي من رحمة أبوه جديد توفيق ووالدي يوم ما أخذ هذه الأرض مع الإصرار لقى إشارات صخرية بتدلع وجود كهوف رومانية ضخمة تحت الأرض ووالدي حفر هذه الكهوف من حبه وانتماؤه لهذا العشق تاعه له الأثار والتراث والحمد لله زي ما أنت شايف النتاج هو أضخم كهف حاليا مكتشف في المملكة الأردنية الهاشبية كهف بمساحة تقدر بألفي متر مربع يروي حكايا سنين غابرة ففي كل متر منه أثار قديمة تعود للعصر الروماني والبيزنطي والحديدي وغيرها من العصور منها ما تم اقتناؤه وأخرى كانت موجودة داخل الكهف قبل اكتشافه الكهف بيحتوي على عدة أقسام منها أقسام الأواني الفقرية الأثرية قسم التراث له معني في الأباء والأجداد شو كان يستخدموا في حياتهم اليومية قسم التمثيل البازلتية والجرية وقسم الرحة البازلتية الإسلامية وقسم المستحثات وقسم الحارة الشرقية التي تحتوي على قطعة وراثية بتحاكم منظور الأباء والأجداد بالإضافة إلى أهم قسم وهو قسم الصالي القبرى التي تحتوي على مدرج روماني مصقر جهود بحثية فردية كشفت في نهاية المطاف عن كنوز تبحر برفقتها إلى حضرات عديدة منها ما تم اكتشافه بهذا الكهف ومنها ما زال مدفونا يخفي أسرار عوالم كثيرة كهف يحمل في طياته تاريخا لحضرات تعاقبت عليه وشواهد كانت ولا تزال جزءا من تاريخنا من جنوب العاصمة عمان بشاري العجارمة تلفزيون البحرين